مستودع الأدوية المنتهية الصلاحية في الحدث والذي أقفله مراقب وزارة الصحة بشمع الأحمر يوم الجمعة قد يقود إلى فتح ملفات أكبر في البلد هذا ما أكده وزير الصحة وإل أبو فعور للLBCI بعد توجيهه كتابا إلى النيابة العامة التمييزية ادعى فيه على صاحب المستودع نشال منه 2000 كرتون الدواء مهرب مزور من تهي الصلاحية وبالتالي الأمر خطير جدا يعني لو تصربت هذه الأدوية للسوق كانت كارثة كبرى على قسم كبير من المرضى الأدنين وأنا بعتقد أن هذا الأمر قد يقول إلى شبكة أكبر في البلد هذه المرة تم تفادي الكارثة بوضع اليد على الأدوية الفاسدة تمهيدا لتلفها لكن هل تظهر تحقيقات مصدر الأدوية لملاحقته؟